ما زلنا نتتبع صفات المؤمنين في القرآن الكريم النهاردة وصلنا لصفة الخشية من ربنا سبحانه وتعالى ومن عذاب يوم القيامة أو العذاب الجهنم يعني دايما الناس تقول لك لا أنا بحب ربنا بس أنا ما بخافش لكن الحقيقة القرآن فيه كده وفيه كده فيه الخوف وفيه الرجاء فيه رجاء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وفيه الخوف وفيه الخشية ففكرة أن أنا لا أخاف ولا كده ما هو ده برضو نقران لأشياء أساسيات في القرآن الكريم ما ينفعش ننكرها برضو عايزين نفهم القصة دي يعني هل نفضل نعيش على الحب فقط ونطمئن أن احنا مش هتهوب ناحيتنا النار ولا أكسادنا هتيجي عند العذاب ولا كده ونبقى متأكدين ومطمئنين وعندنا حسن ظن بالله ولا نفضل يعني نخاف من يعني من مكر الله أو كده زي ما كان أبو بكر الصديق بيقول نسأل فضلت الشيخ أحمد الصباح الله يفتح عليك يا أسود دعاء أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعائكم الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة طيب الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم دعبار عن ايه رجاء دعاء وحنا في اسأل مع دعاء طيب هو القرآن قال الذين يقولون واللقال الذين يدعون الطيب احنا عرفنا منه انه دعاء لي ما قالش يدعون او يرجون ليقولون قالك لان الدعاء احيانا يبقى ليه مكان معين وزمان معين الدعاء له ايه الانسان مش هيتنيه 24 ساعة في 24 ساعة ايه يدعي يدعي ولكن من عظمة القرآن ان قال يقولون بالقول مش بالدعاء وبالمضارع علشان يدل على التجدد والاستمرار والحدوث كأن هو مش قدامه خايف من جهنم 24-24-24 ولذلك بحييك ما فيش حاجة اسمها ان انا بعبود ربنا لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري لا دا سيدنا النبي نفسكم بيقول انهم منجينا من النار وادخلنا الجنة مع الامران النبي سيبك من الناس اللي بقولوا لا انا لا عايز جنة ولا خايف من النار انا بعبودك عشان بحيبك لا انا بحيبك بس عز الجنة برضا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد كلنا وبحييك في المقدمة اللي قلتها سيدنا ابو بكر ومن هو ابو بكر الرجل الاول في الامة بعد نبيها يقول لا امن مكر ربي ولو كانت احدى قدمي في الجنة طب انا فاهمة دا بشكل تاني انا فاهمة دا والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما دول الناس اللي في قلب النار عشان هما بيقولوا انا دا فاهمها كده لا مش بيدوا قبلها ان هما في قلب النار عنوان السلسلة اللي احنا معانا دلوقتي ايه في الفرقان ايه وعباد الرحمن اه فعباد الرحمن مش هيدخولوا النار اه اه وتصوري برضو انت لفت نظري بقى الله اكبر عليك لفت نظري في حاجة مهمة وانا بقرأ في ايه انها ساءت مستقرة ومقامة اه عارفة وقفت مع مستقرة ومقامة لقيت ان النار فيها نوعين من الناس فيها ايه نوعين من الناس نوع مخلط في النار عزيز بالله دول اهل الشرك والكفر ونوع داخل يابد عقابه ويخرج اللي هو عمل سيئة او عمل بلوة او عمل كبيرة ولم يتب منها بس عندنا قاعدة في اهل السنة قاعدة عقدية بتقول الموحدون لا يخلدون في النار احنا مش عالين من المسخة طبعا ما يا رب نجينا منها بس هو القرآن اللي قال لي مستقرا المستقر هو الجلوس لزمن معين بدون استدامة فترة مؤقتة زي ما قولك ايه والله انا خدت مقر مكتبي من سنة كذا كذا كفي المكان فلاني وغيرت المقر بتاع الشركة بتاعي من للعنوان الفلاني فكلمة مستقرا يعني زمن وفترة مؤقتة ومقاما يعني ابدا مخلدة فممكن ناغد نظرة دعاء نظرة قوية جدا الجماعة اللي هما دخلوا من الموحدين اللي هما ماتوا على كبيرة ودخلوا النار فممكن يبقوا جوه النار ويقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما وتمشي برضو في الدنيا وليسه أهل الجنة أهل النار نفسهم بولو ايه ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون طيب يعني غراما دايما بتلخبطي الكلمة طيب هقول غراما وارجع افسر تاني اللي قبلها ماشي ليش ان عذابها كان ايه غراما يعني ايه غراما يا فندم غراما يعني ايه من اللزوم حاجة لازمة زي ما قوله ايه الغريم الغريم اللي هو مسلف واحد دين فسمي غريم ليه لانه ملاحق ملاحق زي ما قولك ايه ده فلان عنده غرام بفلانة الغرام والهيام والحب الغرام يعني لازئين فبقا الله يفتع عليك ايوا ما لأولى فهمها زي ما لازئين بغيرها هو اللزوم بص يا فندم الغرام عشان البرنامج بقى الغرام في اللغة يساوي اللزوم واللسق والتلاسق اه 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 حلو كده ان عذابها كان غراما غراما يعني من لسقا ولازيما انها ساءت مستقرا ومقاما ومو ومقاما يعني ايه بص ساءت السوء يعني قبحت يعني حاجة مش كويسة مستقرا يعني فترة زمانية مؤقتة اه لمن لم يخلت في النار مستقرا ده مؤقت مؤقت انه ان مستقرا ده يعني مؤقتة ما لسه بقول لحضرتك مستقرا ده يقول لك ايه مستمرة ده بعض التفاسير قالوا مستقرا ده جزء نوع ومقاما ده نوع مقاما يعني مخلدا اللي ماتوا على الشرك والكفر ان الله لا يغفره ايوش ركبه ويغفره ما دون ذلك لما يشاء